أمثال قيلت ما زالت لتلحف السننا حللا تحكي حدثا تروي أمرا تضرب مثلا تبني مثلا فمثال يمثل في حدث وجمال قد أطلق جملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أهلا بكم في برنامجكم الرمضاني أمثال في جزئه الثاني والذي نسلط الضوء فيه على عدد من الأمثال العربية السائرة فنسبر أغوارها ونتلمس أخبارها ونقف على قصة كل مثل منها وقائله ومواطن استخدامه وفي حلقتنا الأولى لا يمكن أن نقدم مثلا أو عبارة من كلام العرب على كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أوتي جوامع الكلم والمثل النبوي لهذه الحلقة إن من البيان لسحراء فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين وفد عليه عمر بن الأهتم والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم فسأل عليه الصلاة والسلام عمرا عن الزبرقان فقال مطاع في أدنيه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره فقال الزبرقان يا رسول الله إنه ليعلم مني أكثر من هذا ولكنه حسدني فقال عمر أما والله إنه لزمير المرؤة ضيق العطن أحمق الوالد لئيم الخال والله يا رسول الله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الأخرى ولكني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت وسخط فقلت أقبح ما وجدت فقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحر يعني أن البيان يعمل عمل السحر والسحر إظهار الباطل في صورة الحق والبيان اجتماع الفصاحة والبلاغة وذكاء القلب مع اللسان وإنما شبه بالسحر لشدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له قال أعرابي في ذكر بلاغتي وفصاحتي حماس بن ثامل برئت إلى الرحمن من كل صاحب وصاحبه إلا حماس بن ثامل وظني به بين السماطين أنه سينجو بحق أو سينجو بباطل وأعظم البيان يكون بالعبارة الفاضلة وأداة البيان اللسان فقد قيل الرجل مخبوء تحت لسانه وقالوا المرء بأصغريه قلبه وليسانه وروا البلاذوري وغيره أن معاوية رضي الله عنه نظر إلى النخار بن أوسي العذري الخطيب الناسب في ناحية من مجلسه فأنكره وأنكر مكانه زراية منه عليه فقال من هذا فقال النخار يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك وإنما يكلمك من فيها وختاما نقول حسن البيان كمثل العطر فواحو إن القلوب بطيب القول ترتاحو فاجعل حروفك بالأفراح ناطقة حسن البيان لباب الخير مفتاحو أمثال قيلت ما زالت لتلحف السننا حللا تحكي حدثا تروي أمرا تضرب مثلا تبني مثلا فمثال يمثل في حداث وجمال قد أطلق جملا